أغارت طيران الحربي العراقي على تجمع لداعش في منطقة النباعي شمال بغداد وأوقع 35 قتيلا في صفوفهم فيما تقدمت القوات الأمنية في بيجي خلال عملية تهدف لطرد عناصر داعش من البلدة وتحرير أكبر مصفات للنفط في البلاد من قبضة العناصر الإرهابية وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من تأمين سد الثرثار وإعادة مجرى المياه في السد وفي نهر الحلو باتجاه ذراع دجلة استمرارا للانتصارات الميدانية التي حققها الجيش العراقي ضد الإرهاب تقدمت القوات الأمنية المدعومة بالحشد الشعبي ورجال العشائر لموقع يبعد كيلومترين عن مدينة بيجي في عملية عسكرية جديدة لتحرير أكبر مصفات نفطية في البلاد من حصار داعش الذي بدأ منذ يونيو الماضي وأشار عقيد في الجيش العراقي لأن العملية تهدف إلى قطع طريق الإمدادات عن المسلحين الذين يحاصرون المصفات النفطية واستعادة السيطرة على طريق يقود إلى مدينة الموصل وفي صلاح الدين أعلنت قيادة عمليات المخافضة تحرير منطقة هنداي عند حدود بيجي من قبضة الإرهابيين كما تم تحرير سد الثرثار والجسر الياباني والحامضية بالأنبر إجراءات اليوم الاحترازية تأتي بعد إعلان مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية يقيم عناصرها في عدد من الفنادق بشارع السعدون وسط بغداد مشيرا إلى أن الشبكة التي ترتبط بأجهزة مخابرات خارجية كانت تخطط الاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية وصحفية في موازات ذلك أعلن قائد عمليات دجلال فريق الركن عبد الأمير الزيدي عن مقتل خمسة من قيادات الصف الأول بتنظيم داعش بينهم ثلاثة أجانب عربي وعراقي خلال عمليات نوعية قرب قضاء المغدادية وحوض المنصورية شرق بعقوبة في ديالة فيما أعلن مدير شرطة الطوارئ في ناحية البغداد بالأنبار العقيد شعبان العبادي عن استعادة ثلاثة قرى تقع بين البغدادية ومدينة هيت من مسلح داعش بعد هجوم للشرطة كبدت تنظيم المتطرف خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وفي مجزرة جديدة لداعش أكدت مصادر أمنية وعشائرية أن التنظيم الإرهابي ارتكب مذبحة بشعة على غرار مذبحة سنجار بعد عدامه 48 شابا من عشيرة آل بونمر في ناحية الفراد غرب الرمادي ممن كانوا ينتسبون إلى أجهزة الأمن والصحوات كما أجبر الإرهابيون السكان على ترك منازلهم وممتلكاتهم متوجهين سيرا على الأقدام باتجاه قضاء حديثة في طريق طوله عشرات الكيلومترات ما أدى إلى تسجيل حالات وفيات لنساء وأطفال بسبب الظروف الجوية ووعورة الطرقات التي سلكوها ترجمة نانسي قنقر